أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل اللهم عظم فيه رغبتي واجعله نورا لبصري وبصيرتي وشفاء لصدري اللهم زين به لساني وجمل به وجهي وقوم به جسدي وكفر به ذنوبي وارزقني تلاوته على طاعتك أنا الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله الأخيار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم ينقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزيون الله يستهزي بهم ويمدهم في ضغيانهم يعمهون أولاك الذين اشتعوا الظلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صن بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيض بالكافرين يكاد البرق يختفى بصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَبْدُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَغَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخذ به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أدادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مظهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقضعون ما أمل الله به أن يوصل ويفسدون في الأرء أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم مواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهم بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملاكة إني جاعل في الأرض خريفة قالوا وتجعل فيها من يسكد فيها ويسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم أعرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال لما قل لكم إني أعلم خيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملاكة تسجدون آدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تغربا هذه السجرة فتكونا من الظالمين فأزلوهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا هبضوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقروا ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا هبضوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فما تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولاك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل بكروا نعمتي التي نعمت عليكم أوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وانتم تسلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم لا يقوا ربهم وأنهم إليه رادعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوى العذاب يذبحون أبناكم ويستحيون نتاءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فلقنا بكم البحر فأنجيناكم وأخلقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تذكرون وإذا تينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقوم إن يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عيد باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصعيقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حضة نغفر لكم خضياتكم وسنسيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استشقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس ما اسربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مستدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعو لنا ربك اخرج لنا مما تمت الأرض من بقنها وغفائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبضوا مصرا فإن لكم ما سألتم واضربت عليهم الذلة والمسكرة وباعوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم مجرهم عند ربهم ولا خوفنا عليهم ولا هم يحزنون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقومة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم تبليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين آتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قررة خاسرين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمرك ما تذبحوا بقرة قالوا وتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قال دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفرا فاقع لونها تسر الناظرين قال دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذنون تثير الأرض ولا تسقي الحارث مسلمة لا شيئة فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقنون ثم قتلت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وسد قسله وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبض من قسية الله وما الله بغافر عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا علقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فبين للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فبين لهم مما كتبت أيديهم وبين لهم مما يكسبون وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا وهم تقولون على الله ما لا تعلمون بل أمن كتم سيئة وحاضت به خضيتهم فأولا كأصحاب النار هم فيها خالدون وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون وإذا خذنا ميثاق بني فالذين آمنوا وعملوا الصالحات أولاك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسانا ذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين يقولون للناس حسنا وعقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا خذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم قررتم أنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم شارع فأدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون بمعض الكتاب وتكفرون بباعوه في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافر عما تعملون أولاك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وغفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وإيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غرف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عيد الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباعوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراه هو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تغسلون أنبياء الله من قبل كنتم مؤمنين ولقد جاءكم من ساب البينات ثم اتخلتم من أجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأسربوا في قلوبهم من عزل بكثهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصا من يدون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين إسركوا يبد أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب والله بصير بما يعملون قل من كان عدوما لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبسرى للمؤمنين من كان عدوما لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أبا كلما عاهدوا عهدا نبذهم فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا واتبعوا ما تسل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما ينزل على الملكين بباب لهوت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ألا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عيد الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سماء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لم يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عياد أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لي دخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وتهبوا لله وهو محزن فله وجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ولا كما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله باسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرء كل له قالتون بديع السماوات والأرء وإذا قضى أمرا فإنما يقول له يكون وفيكون وقال الذين لا يعلمون أو لا يكلم لله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات القوم ينقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا ترضى عنك اليهود ولا النصار حتى تتبع ملة قل إن هدى الله والهدى ولين اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتين عم الكتاب يتنونه حق تلاوته أولاك يؤمنون به ومن يكفر به فأولاك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ بسلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاءلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن ظهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا ورزقه له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال من كفر فمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا ودعلنا مستمين لك ومن ذريتنا أمة مستمت لك وإرنا مناسكنا وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ومعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفينا في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسم قال استمت لرب العالمين أبصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى يكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال عبد إله وإله آباك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجون لنا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم مما كتم شهادة عنده من الله فما الله بغافر عما تعملون تلك أمة قد خلتنا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم سبحان ربك رب عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر